عند صعود الدرج وصعود المرتفعات تلاحظ الاختناق وتلاحظ عدم القدرة على التنفس وتلاحظ عدم كفاية الهواء الذي يتم استنشاقه وعدم كفاية الأكسجين في الجسم وتلاحظ كمراحل ثانوية اللون الأزرق على الشفاء هذه أبرز العلامات التي تعبر عن مرض انتفاخ الرئة ما هو وما الأسباب وما هي طريقة العلاج تابع معي عند فقدان مرونة الانسجة الرئوية وتلف الجيوب الهوائية وانسداد المجاري الهوائية الصغيرة فيما يعرف ذي الانسداد الرئوي فتصبح الرئة غير قادرة على إخراج ثناء أكسيد الكربون فيعطي إشعار بالاختناق والحاجة إلى الأكسجين أو الحاجة إلى الهواء الأسناخ الرئوية عندما تنفتح على بعضها البعض محدثة فجوة كبيرة أهم ما يميز هذه الفجوة الكبيرة هو ارتفاع نسبة ثناء أكسيد الكربون أي يعطي إشعار للجسم بالاختناق والحاجة إلى الهواء مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الأكسجين أو عدم القدرة على تلبية احتياجات الجسم من الكمية الطبيعية للأكسجين فتلاحظ شعور الاختناق وتلاحظ اللون الأزرق على الشفاه أثناء عملية التنفس إذا كان الهواء الداخل إلى الرئتين هواء ملوث بنسبة كبيرة ولمدة طويلة من الزمن هواء ملوث بالعناصر الكيميائية العناصر المشعة وأيضا التدخين العادي والأرقيلة وأيضا السجائر الإلكترونية فيؤدي ذلك إلى تراكم كبير للسموم وشل حركة الأهداب التي تساعد في التنظيف مما يؤدي إلى تلف الأسناخ الرئوية وظهور فجوات كبيرة في الرئتين تؤدي إلى عدم القدرة على إمداد الجسم بكميات كبيرة من الأكسجين كيف نحمي الرئة من هذه الأمراض الخطيرة؟ أول قاعدة الابتعاد عن التدخين والأرقيلة والسجائر الإلكترونية والابتعاد عن استنشاق الهواء الملوث لفترات طويلة من الزمن النقطة الثانية إذا كنت شخص غير مدخن ولكنك تعيش مع مدخنين فأنت تعتبر مدخن سلبي أي أنك تستنشق هواء الدخان بكميات كبيرة فتعامل معاملة وكأنك أنت مدخن فلذلك الابتعاد عن الأوساط التي تكون ذات هواء ملوث يساعد بشكل كبير على تجنب هذا المرض بنسبة فوق التسعين بالمية ترجمة نانسي قنقر